تعد منتجات الألبان ومشتقاتها مادة رئيسية في شهر رمضان المبارك لذا تحرص مزارع البحرين ومصانعها على مضاعفة الإنتاج للوفاء بمتطلبات المستهلكين في أيام الشهر الفضيل نعم فمزارع ومصانع البحرين تضع برنامجا متكاملا استعدادا لاستقبال الشهر الكريم وزيادة الطلب على منتجات الألبان بمختلف أنواعها حيث تعتبر هذه المنتجات مطلبا أساسيا على المائدة الرمضانية في مملكة البحرين بوتيرة متواصلة وعمل دؤوب تقوم عليهم زارع مصانع الألبان ومشتقاتها لسد حاجة الأسواق المحلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فهذه المنتجات في هذا التوقيت تحديدا لا يخلو أي منزل منها خصوصا وأنها جزء لا يتجزأ من احتياجات الصائمين لذلك فإن العاملين في هذا المجال يحرصون كل الحرص على توفير تلك المنتجات بجودة عالية في الشهر الفضيل عادة صير الانتاج يتركز على الألبان بينه وبين مزارع الفانية تعاون ناخد انتاج مالهم حيث نحن نوفر كميات المناسبة التي تحتاجها السوق يعني تعرفين شهر رمضان كل طبخات فيها حليب كل شيء لازم فيه حليب من الفطور إلى السحور يعني هالمجال قدر ممكن نحن قاعد نغطي انتاج محلي متميز وطبيعي تتولى المزارع البحرينية انتاجه بأنواعه المختلفة فمنتجات حليب الأبقار الطبيعية تعد الخيار الأول في السوق المحلية فالمستهلك البحريني يبحث عنها في هذه الأيام لما لها من دور كبير في التأثير على صحة الصائم بشكل إيجابي فضلا عن إن هناك الكثير من الأطباق المحلية التي تعتمد على حليب الأبقار الطازجة بالدرجة الأولى قبال على الحليب في شهر رمضان يزيد بشكل كبير لأن أغلب الطبخات في رمضان تحتاج الحليب والناس تبغي الحليب الطبيعي والأورغانيك نحرص على تغذية تكون ممتازة عشان الإنتاج يكون أكثر ونحاول قد ما نقدر نزيد الإنتاج طول الأشهر ثابت بس نحاول في شهر رمضان نرفع الإنتاج ونتعاون مع المزارع الأخرى بعد علشان نوفر للسوق الكمية اللي يحتاجها أنواع متعددة بنكهات مختلفة تم أنتاجها خصيصا لترضي جميع الأذواق فالمزارع البحرينية توثر أجود أنواع الأبقار بسلالاتها المختلفة فيتم حلبها في كل صباح لتخرج لنا بمنتجات محلية بامتياز فيما تتولى المصانع توفير المواد الأساسية لتضاعف أنتاجها وتفي باحتياجات السوق طوال أيام الشهر الفضيل إنتاج بحريني بامتياز تقوم عليه المزارع البحرينية من الألبان الطازجة ومشتقاتها على اعتبار أنها عنصر أساسي ضمن متطلبات الشهر الفضيل فتحرص على مضاعفتها للوفاء باحتياجات السوق في هذه الأيام المباركة خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين